السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجالة وانسات الصف الثاني الثاني اهلا بكم ان شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض اه مسرحية كينج لير او الملك لير المقررة على اه تانية سنة اول حاجة اه قصة طبعا وقفنا في التيرم الاول لما ولاده اللي هم جونرل وريجن اه طرادوا في الشارع وقال له وطبعا قعد في العاصفة بقى اول مطر ورياح هو كلام من ده وقال له خليه يتقدب واش عايزين منه حاجة وحنا خلاص سيطرنا على كل حاجة وطبعا كورداليا الغالبانة جوزت ملك فرنسا وسبت البلد ومشت. وآآ عارفوا بعدها ان ملك فرنسا بقى جاي بجيش وجاي عشان يحتل انجلترا طبعا فآآ دي اللي قفتنا عندها اخر مرة نشوف بقى اللي هيحصل بعد كده. يعني مسرحية بتحكي قصة حياة الملك لير من اول مكان على عرش لحد ما اتنفى. براود يعني اقول الفخور ومليان كيبرياء وعظمة. مليء بالعظمة والقوة وبيسق اوي في الناس الاحوالين. يتداعى من الشك والجنون والموت. طيب نفتقى كده الشخصيات بسرعة ايدموند كانوا ولاد اه 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 ولاد كنا سموي والله انسيت انا كمان. اه تقريبا ايرلوف جلوسستر ده. اه كان اه ولاد ايرلوف جلوسستر اللي هو حاكم ولاية او مقاطعة اه جلوسستر ايدموند ده اللي تقامر على اخوه ايدجر كان ايدجر ده الابن الكبير ومفروض ان هو اللي يوريس الحكم بعد ابوه. فايدموند اجتمع في الحكم نفسه فطبعا تقامر على اخوه وعمل خطة كده نهو يخلي يوقع خوف ابوه يعني عشان ايه يستوله على الاموال ابوه يوريسه هو يعني. يعني تقامل ضد اخوه وخانبه. واتقتل بواسطة اخوه ايدجر. طيب من ايدجر? قالك نايف يعني سازج. يعني كان عنده ولاء لابوه. بس في نفس الوقت كان شخصية سازجة كده اتضحك عليه بسرعان. يعني تم نافيه بواسطة ابوه بسبب مؤمر اخوه. نكر في حيئة بورتوم. قالك ان اسمي بورتوم ورجل غالبان كده وعلى الله خالص وعرفش اي حاجة. وكان بيهتم بابوه جدا بكل ولاء وصدق وامان يعني. وبعد كده خطاره من ايدمند وقتله. اللي هو ابوهم بقى قالك اولدر نوبل من اه من النبلاء اول الكبير كان عنده وفاء للملك لير. فاظر ايدجر اند ايدمند وكان ابو ايدجر واللي احنا قلنا عليهم دول. تم خداعه وخيانته بواسطة ايدمند ابنه. كورداليا طبعا لغالبان اللي فيهم. يعني ابنة جيدة الملك لير. مارس the king of France. اتجاوزت ملك فرنسا. فضلت عندها وفاء واخلاص لبوها لحد النهاية. طيب جنرال ورجل بقى العربتين اللي عندنا. قالك اترو فيلن. يعني شرير. شرير بجد يعني. ارودز her father's loyalty and position. يعني اه 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 خانت الولاء لابوها واستولت على مكانته واسمه وكل حاجة. مارسته ذا duke of albany كانت مجوزة duke of albany. بيزنس her sister and stabs herself. ثممت بنتها وقتلت نفسها. طعنت نفسها. يعني يطعن بالسكينة او بستيف او كده. هي كمانش جايزة يخطاها بالزبط. kills a servant who tries to save Gloucester. اترت واحد من الخدم كان بيحاول ينقذ Gloucester. بايزن باي her sister. لا استنى دي بايزن her sister مش بانتها. اه سمت ريجن. يعني حطت سم الاختها. ريجن بقى سممت بوسطة اختها. يعني في الاخر هتقتل ريجن. وادجر في الاخر هتقتل مين? ادمند. خليكم معايا كده. يبقى ادجر هيقتل ادمند. وهتقتل ريجن. طيب نيجي بقى على القصة اكت سري. اول حاجة الكلمات. سباي يعني جاسوس. سباي. ريفنج. انتقام او ثقر. يعني خين. عربية تجرى الخيولة. عربية محصانية. يعني جنون. مادنس. مادنس. جاي من ماد مجنون. مادنس الجنون. يختع. ديسيف. ديسيف. يقاطع. انتروبت. انتروبت. يخون. بتري. بتري. يثبت او يبرهن. بروف. بروف. يعالج او علاج. كيور. كيور. اه سلطة. اوثوريتي. 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 يركع. نيل. نيل. الماضي. نلت. عدو. انامي. انامي. يؤيد او يرمز لي. اللي هو ايه? يبقى مع حد او. يعني ايه? يقف معايا. طيب. يعني ينتقم لي. يركع. انك تتحرق في وضع ان يكون جسمك سند على روبتك. اللي هو تركع يعني. بتري يا خون مش محتاجة. شهر حياني. اه تريزن. الى الخيانة نفسها. اوثوريتي. الى السلطة. قلنا معناه يخضع. ينتقم لي. ينتظر. ياخد الطار او يثار يعني. يتخلص من. يبعد. يرسل رسالة. طيب. في قلعة اللي هو ابو ادجار وايدموند. دخل كورنوال مع ادمند. فكورنوال تقول له ايه? لسن ادمند. اسمعي ادمند. I'll have my revenge before I leave Gloucester's house. انا لازم انتقم قبل ما امشي من قلعة Gloucester. فادمند قال ايه? I'm sorry كورنوال. because the trust is so sad. انا اسف كورنوال ان الحقيقة حزينة جدا او محزينان. this is the letter that my father Gloucester told me about. ده الرسالة اللابوية. اللي عليها. it proves that he's a spy. الرسالة دي بتثبت النابوية خين. and that he's writing to the king of France. وكمان ان هو بيبعت رسائل لمالك فرنسا. يعني بيخون انجلترا او جسوس لانجلترا. اه جسوس لفرنسا على انجلترا. بيشتغل صالح فرنسا يعني. I wish he weren't guilty. يعني مش بس خاد حق اخوه. لا ده كمان عز يخلص من نبقى شيني يكوش على كل حاجة يعني. يا ريتو ما كان طلع خاين. يعني I wish he weren't guilty. دي له اي اي اي. يا ريتو ما كان طلع خاين والله. يا ابو يا حبيبي زالت عليه والله. it's very difficult for me to discover his terrible trust. صعب جدا بالنسبة لان انا اكتشف يعني صعب عليا قوي ان انا اكتشف حقيقة الوحشة دي. يا ابو يا طلع خاين يا جدعان. هون قلت له ايه? we will go and see ريجان. طيب يلا نروح نشوف ريجان. العقربة التانية. فادموند قال له. قال ايه? if the letter is true. لو جواب ده بجد. you have what to do to stop him. لا. لو جواب ده بجد ما نفعش نسيبه. لازم تخلصه عليها غطول. هتسيب ابو يا كده يخني البلد. لا ما نفعش. فقالت له ايه? if it's true or false it has made you the next you could close. قلت له بص جواب ده بجد مش بجد انت اللي هتحكم الولاية او المقاطعة دي بعد ابوك على طول. find your father and then you can arrest him. دور على ابوك واقبض على ابوك. ده مين كورنوال بتقول لي مين? لادموند. لادموند. بتقول له دور على ابوك واقبض عليه. خلاص اادموند. فادموند بيكلم نفس وقت. if i find him helping the king. كورنوال will think he is even more guilty. قال لأ. انا الوقت لو ايه? الجواب ده مش كفاية. او ممكن ايه? يحبسوه او ينفوه. نازم يقتلوه. فانا عامل ايه بقى انا ادور على ابويا. ويزبط ان هو بيساعد الملك مين? اه ملك لير كمان. بحيس ان تبقى ايه المصيبة مسبتين يعني. لو سامحوه على خيانته للنجلترة. اه مش هيسامحوه على خيانته او 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 على ولائه. الملك ايه? لير. فيخلصوا علي. اما حكاهم يخلصوا علي عشان ان ايه? يستورع الحكم ايه. فقام بص لكورنوالك لا لا continue to show you my loyalty. لا ده انا ما تقلقيش ده انا مخلص لك جدا. هكمل بقى واثبتلك اخلاص اقتر واكتر. although it hurts me to do this to my father. ما اني والله بصي قلبي وجاءنا على ابويا. بس اعملك لانت عايز او. فقام رأيت له ايه? I trust you Edmund. لا ده انا بصيق فيك اوي Edmund. and you will find me to be better father than he is. لان هكون لك ابو ام يا ابني بس انت هتولنا بس عشان يخلص منه. وبعد كده طلع هم الاثنين. طيب فالمشهد اللي بعده. Gloucester enters. Gloucester داخل فقام Gloucester بقول my friend where is the king? يا صاحبي? فين الملك? فكنت كنت برضو اللي هو كان صاحب الملك اللي الملك ترده في الاول وتنكر هو كمان this guy himself. وعمل فيها بقى ان هو ايه بلياتشو وكلام من ده. فقال له he is here sir but be quiet he is sleeping. قال له هو هنا هوت يا سيدي بس اخلي بالك عشان ايه? هو نايم اهدى كده ما تعمل في اسفوق يعني. فقال Gloucester I got friend I have here that there is a plan to get rid of him. صاحب الغالي. طبعا Gloucester زي ما قلنا كان مخلص جدا الملك. انا سمعت ان فيه خطة كمان هم يتخلصوا منه. عايزيني موتو خالص. مش كيفان هم عملو فيه. لا. عايزيني موتو كمان. there is a carriage waiting for you. في عربية مستنياكو. help the king into it and you drive to Dover. ساعد الملك. خليه كمعك العربية يعني. واخد العربية واطلعوا على Dover. Dover دي كانت مقطعة. تعجبا في شامل انجلترا. where you will find people to help you? هناك هتلاقوا ناس تساعدكم. go now. امشوا دلوقتي بسرعة. if you wait have an hour you may both be killed. انتو الاثنين هتتقيتوا لو قدتوا بس كمان مصد ساعة. follow me. تعال ورايا. كنت ام صح الملك. قبل حاج الملك. you are sleeping now. this rest might help you. انت نعم دلوقتي والشوية اللي انت رحتهم دول ممكن يساعدوك شوية ندمغك تهدأ من الدربكة الكتير اللي حصلت له فجأة. بعد ما كان ملك وعنده حاكم انجلترا وعنده عظمة وقوة وسلطة وتاع فجأة بعناهم في عشة. زي ما اخدنا في ترم الاول في اخر ترم الاول. although it will be difficult to cure your madness. بقى ان يعني جسمك هارح شوية بس الجنون اللي انت وصلت له بسبب اللي حصل لك صعب قوي انك تتعالج منه. وانبسس للفول اللي هو المهرج اللي ماشي معاك. come help me to carry the king. تعال اساعدني عشان انشيل الملك. فجلوسستر قال لهم ايه? hurry up we must leave now. بسرعة يلا لازم نمشي حالا. they all exit except for ادجر. كلهم طلعوا معادة ادجر اللي هو عامل نفسه poor tom. لان ابوه لو شافوا هيقتله. لان ابوه طبعا ادمند اقنعه. ما هو ابوه اللي هو مين? لو جلوسستر. فابوه طبعا ادمند اقنعه ان ابنك خاين وابنك عايز يقتلك وكلام من ده. ادجر فابول the poor king. الملك الغلبان. his children have done to him what my father has done to me. ولاده عملوا فيه. اللي ابوه عملوا فيه بالضبط. لو انا فويا. وطلع. المشهد اللي بعده مش هتستابع. قال لك ان جلوسسترز كاسل. كورنوول ريجان جونرل. اه. ايدمند اند سيرفنس انتر. كورنوول ده مش مش بنته كورنوول ده اللي هو جوز بنته. ايسف معلش. فابولك فيه قلعة اه جلوسستر داخل كورنوول وريجان وغنرل دلهم مبناته. ايدمند اللي هو ابن جلوسستر and servants والخدم. فقورنوول بقول لي جونرل. يا جونرل. ده اللي هو جوز جونرل يعني. بولا send a message to your husband البني. لا ده جوز اه. جونرل جوز اه. كورنوول جوز ريجان. اخر الكلام خلاص. كورنوول جوز ريجان. اسموا ملغباتها شوية معلش. فابولا ايه. جونرل. send a message to your husband البني. and show him this letter. ابعت جوز بل جوزيك البني. ووريه رسالة دي. رسالة دي. رسالة هي. رسالة اللي ايدمند قال. ان ابوه. كان بقيتها للجيش الفرنسي. عشان يثبت لهم انه يخوني. the french army has arrived in england. الجيش الفرنسي وصل الانجلترا. وبيكلم خدم بقولهم find the traitor. وهتولي الخيين اللي اسمه. غلوسستر. ريجان قالت لقي. arrest him now. واقبض علي دي الوقت حالا. some of the servants exit. فبعض الخدم طلعوا عشان يدوروا على الجيش الفرنسي. فقومي نقول باللومي. leave him to me. سبهولي. ايدمند. انت يا ايدمند stay with goneril. خليك مع goneril يا ايدمند. you shouldn't see what we will do to your father the traitor. ما ينفعش يا ابني. يعني حرام علينا ان احنا نوريك اللي احنا نعمل ايه. اللي احنا هنعمله فابوك الخاين يعني. ابوك خاين. وحرام انك تشوف اللي هيحصل فيها. good bye my dear general. مع السلامة يا عزيزتي general. good bye ايدمند. مع السلامة ايدمند. the new duke of glocester. مع السلامة ايدمند. الحاكم الجديد لمقاطعة اسوالد انترس. في الوقت ده دخل من اسوالد. اسوالد. اسوالد بيقول لي where is the king? where is the king? لا. كورنوال اللي بيقول له where is the king? اسوالد. الوزا دوك of glocester has taken him away sir. ملك او حاكم. اسوالد خادو. هربو يعني. about 35 of his soldiers have gone with him. وحوالي 35 جندي من الحرس بتوع الملك راحوا معا. او من الحرس بتوع جلال شخص راحوا معا. they are going to dover. راحين dover. where they say they have some powerful friends. بيقول ان هم عندهم اصدقاء اقوية اعناك وعندهم سلطة ونفوز هيحموا الملك في دوفر. في كورنوال اللهم ايه? get horses for regan. good bye ايدمند. هتحصن بسرعة لريجان عشان نطلع نجي وراهم يعني. وانت مع السلامة ايدمند خليك انت انا. general execs with ايدمند and oswald. فاطلع general و ايدمند و ازولد من المشهد يعني. go and find that traitor. bring him to us. like a thief. فقال لي بقيت الخدم اللي موجودين اطلعوا دوروا على الخائن اللي اسمه وهتقول لي انا زي ما يكونوا قبضين على حرامي انا. قبضوا عليه وهتقول. the other servants exit. فبقيت الخدم طلعوا. I can't kill because I don't have the authority. كورنوال اللي بتكلم بقول ما ما دارش لاني ما عنديش الصلاحية او السلطة اللي خالين يقتله. but I can't punish him. بس انا اقدر اعجبه. and although people want like this. وعلى رغم من ان الناس مش هيحبوا حاجة زي دي ان انا انا هو لحد دلوقتي كورنوال حاكم مقاطعة زيه زي جلوستر بالزبط. يعني ده مسلا زي محافظ وده محافظ زيه. فما نوش سلطة عليه. فطبعا لو جاي عجبه او ينفي او كلام من ده فالناس برضو هتعترض. they can't stop us. يعني الناس مش هيعجبها بس برضو هعمل اللي انا عايزه. محاجة هم نعمل. Gloucester enters. شوية دخل Gloucester brought in by two or thiemann. اه مقبود عليه بواسطة اثنين او ثلاثة من الخدم دول. who is there is that the traitor Gloucester? فكورنوال بقول مين اللي جاي ده? قال له ده الخين Gloucester بنفسه. ريجان اما تقول له ايه? it's him. اه هو. كورنوال اميله make him kneel in front of me. خلوه يركع قدام يوضي على ركب. Gloucester Al what are you doing? god friends. تبتعملوا ايه يا اصحاب انتو. god friends you are in my house. don't do this. انتو بتعملوا ايه انتو في بيتي. تعملوش كده ما يصحش انتو بتعملوا ده. Cornwall قال له ميه? make him kneel i said. خلوه يركع زموتالكو. the servants طبعا ضغطوا على اكتافه كده خلوه ينزل على ركب. you cruel man. انتو رجل الاسي. you have deceived your son edmund. انت خدعت ابنك الاسمه edmund. Gloucester قال له you my lady are the one who is cruel not me. قالها انت يا عزيزتي انت اللي خاينة وانت الاسية مش انا. فارجا قلت له you are a traitor انت خاين كمان. Gloucester قالها cruel lady. اياتها السيدة قاسية. what are you saying? تبتقول لي ايه? ايه الجواب اللي جالك قريب من فرنسا? فارجا امثاله give us your answer. we know the truth. اقول جاوب بقى على السؤال ده. احنا عاكفيه الحقيقة كلها. كورن وال قال له ايه and what have you planned with the traitors who have recently arrived in the kingdom? وايه كمان الخطط اللي انت خططتها مع الخاونة اللي وصلوا انجلترا او اللي وصلوا مملكة اصده طبعا عجيش الفرنسيان. ارجا امثاله who have you sent the mad king to tell us everything? والملك المجنون اصده على ابوها يعني. بعدتوا فين? حكي لنا كل حاجة. Gloucester قال لهم listen اسمعوا بقى. I got a letter that explained what is happening. انا جالي جواب بيشرح لي اللي بيحصل. it came from someone who is neither a friend nor an enemy. الجواب ده جالي من واحد. هو لا صديق ولا عدو. فقرون وال قال له. that's clever. اه حلو انت بتجتشتغل ناعني. فرجن قلت له. and untrue. ومش حقيقي يعني الكلام اللي انت بتقوله حلو بس مش حقيقي. فقرون وال قال له where have you sent the king? بعت الملك فين? فقال له to dover. بعدتوا dover. فرجن قلت له. why have you sent him to dover? I told you not to help him. بعته dover ليه? انا قلت لك ما تساعدوش. فقرون وال قال فقام مقاطع ريجان كده ليه دوفر؟ ليه دوفر؟ ليه دوفر بالذات؟ سيبي جواب على السؤال ده الاول فقلو سيطر قال له فقلو سيطر قال له لأنه بعدت دوفر لانه مكنتش حابة بناتهم مكملين في الاسوى من ناحيته يعني كفاية الاسوى اللي هم عملوه معاه فبعدتوا عنه كورنول قال له you will never see that big sub sword come fight me قالوا لا انت مش هتشوف الكلام ده خالص يعني مش هتشوف ايه مش هتشوفوا لدهما بيقسوا علينا اقتلك يعني فقام سحب السيف وقلت على ايه حربني طبعا لو قطع رقبته يبقى الناس هتطبعا هتعترضوا كلام من ده وما لما تبقى معركة بالسيف واحد قتل واحد خلاص هو كان في معركة بيننا وتهزم جلوستر tries to fight but cornwall hits his face with his sword فجلوستر لسه بأي مواجه راح يمسك السيف فايه كورنول امخطه بالسيف بوشه فجلوستر استعدوني عناية فاول خادم قال ايه stop my lord stop now فقول له ايه اقف واحد من الخدم بقول له اقف يا سيدي بعد ازنك خلاص وقف المعركة دي كورنول قال له stop stop اقف never عمو يا من اموقف you can fight me too لو هستحربني انت كمان هتلك سف وتعالى فالخادم قال له very well come on ماشي حلو او يلا بي the fight they fight and the servant badly wounds كورنول فالاماركا بدأت والخادم جرح كورنول جرح كبير فارغان عمت مكلمة توقع soldier بتكلم واحد من جنود give me your sword اديني سيفك فيش خادم هيحرب جوزي بالمنظر ده مش هقف واتفرر على جوزي هو بيموت انت بتتكلم ازاي عمت مسك السيف ومتقتله الخادم اللي جرح جوزها كورنول ده فالخادم اوه ام جونت ضاي يا نه ربي انا هموت يا ولاة ايه دايز وامو امو امو اميت فالجلسيستر قال لك ايه everythings black now and i can't see طبعا جلسيستر طبعا السيف جاه في عينه فمعانش شايف حاجة فقول كل حاجة بقتصودة مش شايف اي حاجة where is my son ادموند ابني ادموند فين you must take revenge for this terrible thing تعال يا ابني خد حق ابوك من اللي حصل ده يا ابني طبعا ما يعرفش ان ادموند اصلا هو ساب البلاوية رجان اتلو don't call for your son ادموند he hates you ما تناديش على ابنك ادموند هو كده كده بيكرهك ادموند told us that you betrayed us ادموند حكالنا وعرفنا ان انت خنتنا he will not help you مش هيثعبك جلسيستر قل ايه oh i have been so stupid انا غابي قوي ادجار is the one i should trust انا كان المفهودي بقى ثقتي في ادجار مش في ادموند رجان اتلو throw him out throw him out of the palace اترموه برا الاصر خلاص يتعمى بقى معادش يعملينها معادش مصدر ازعاج يعني and let him find his way to dover وخلوه بقى يدور على طريق الدافر وهو عمى كده two servants help the now blind Gloucester from the stage واثنين من الخدم ساعدوا Gloucester اللي بقى اعمى دلوقتي عشان يتلعوه برا ال stage او برا المسرح فبتكلم what's the matter my lord مالك حبيب قلبي مالك حبيبي حصل لك ايه فكونول اللعي have been hurt اتحورت يا رجان يا بنتي اتحورت look at all this blood بص على كمية الدم اديني ايدك كده شكرا يعدها بلاي رجان helps Cornwall off the stage اذا اكزت فقدتوا ايدها وخدتوا وطلعوا برا المسرح بقى المين points في الكم مشهد اول حاجة ايدموند tells Cornwall that his brother the duke of Gloucester is disloyal ايدموند حكى لCornwall ان ابو حاكم Gloucester disloyal and writes letters to the king of France وبيبعت جوابات لملك فرنسا عشان يثبت لهم ان ايدموند هو ايدموند هو اللي قال لهم ان ابو بيبعت جوابات وابو بيبعتش ولا حاجة Cornwall is upset and he wants revenge Cornwall طبعا اضايق جدا وكان عايز ينتقم من Gloucester Cornwall says that ايدموند will be the next duke of Gloucester وقال له خلاص يا ايدموند انت ستبقى الحاكم بعد ابوك ايدموند promises to show loyalty to Cornwall through proving that his father is guilty فايدموند قال له انا هثبت لك ولائي كمان عن طريق ان انا هثبت لك اكتر النبو يا خين Gloucester tells kent to take the king quickly to dover where some people can help help them وغلسستر قال لkent ان هو ياخد الملك بسرعة ويطلع به على dover وفي ناس هناك هيسعدو ايدجار says the king's children have done to their father what his father has done to him وادجار قال ان الولاد الملك بنات الملك عملوا فيه نفس الابوية عملوا فيه كونوال asks جونرال to tell her husband about Gloucester being a traitor كونوال كمان طلب من جونرال ان هي تحكي لجوزها عن ان Gloucester طلع خين وعن الجيش الفرنسي اللي دخل انجلترا خلاص بالفعل وكونوال orders the servants to arrest Gloucester وطلب من الخدم ان هما يقبضوا على Gloucester كونوال orders Edmund the new duke of Gloucester to stay with the general in order not to see what will happen to his father وكونوال طلب من Edmund ان هما يقعد مع الخدم عشان ما يشوفش الحاجات الوحشة اللي تحصل فابوه على اساس انها هتأثر كونوال can't kill Gloucester because he has no authority but he can't punish him كونوال ما يقدرش يقتل Gloucester لان زي ما قلنا صلاحياته متساوية بس ممكن يعجبه Gloucester is arrested and brought in front of Cornwall and Regan they accuse him of being a traitor بعد كده Gloucester اتقبض عليه وجاه قدام Cornwall و Regan واتهموه بالخيانة Cornwall fights Gloucester and hits his face كونوال حارب Gloucester ويعوارفوشه Gloucester is blind now فGloucester اتعمى خلاص A servant fights Cornwall and he wounds him badly واحد من الخدم حارب Gloucester وعوارو جرح جامد Regan kills the servant who wounded Cornwall and tells Gloucester that his son Edmund hates him and told them that his father betrayed them فRegan قتلت الخادم اللي جرح Cornwall وقالت لGloucester ان Edmund ابنك هو اللي ساعدنا هو اللي لنا على خيانتك Gloucester regrets trusting Edmund he knows it's Edgar whom he should trust فطبعاً Gloucester ندم على انه وثق في Edmund وقال انه لا كان مفوض انه ثقة تيبقى في Edgar مش في Edmund مش في Edmund Regan orders the servants to throw Gloucester out of the place و Regan أمرت الخدم انهما يرمو Gloucester برا المكان برا الاسر برا الاسر برا الاسر برا الاسر she exits with her badly wounded husband وطلعت مع جزعة المصاب طيب ولك يسيدي Edmund was an evil traitor explaining giving two points Edmund كان شرير جدا أو خاين شرير الشرح المضادة بحقتين أو بنقطتين قال لك He plotted against his brother اتأمر على أخوه which made their father angry with Edgar He told Cornwall and Regan that his father was a spy to the French king يعني تأمر على أخوه وتأمر على أبو بمعنصر Why do you think Edmund had so evil in character لماذا Edmund كان شرير أو كده I think he was a selfish person who cared only for himself كان شخص آنان وكان بيهتم بنفس وس He wanted to take everything at the expense of anybody كان عايز يأخد كل حاجة على حساب كل الناس اللي حوالي Do you think Gloucester was a real traitor Why and why not هل كان Gloucester خاين فعلا ولا لا طبعا ما كان شخاين I don't think so He was loyal to the king Lear to the legal king إلو الملك الشرعيين In your opinion How were Gloucester and king Lear alike إزاي Gloucester والملك كانوا شبه فعلا طبعا هما الاثنين ظلموا أولادهم طبعا هما الاثنين ظلموا أولادهم الملك البناته خانوه وغلسستر ابنه إدمند خانو Do you think Gloucester deserved what happened to him Why and why not هل تعتقد أن Gloucester كان يستحق اللي حصله طبعا لا No he didn't deserve it He did what was right and legal لأنه ما عملش الله صح He only tried to help the king كل الحاول اللي يعملون هو يساعد الملك بقولك In your opinion في رأيك What can help people to stop disagreeing and be friendly again إيه اللي ممكن يخلى الناس يبطلو خناء ويبقوا حلوين مع بعض People must be patient and support what's right and legal الناس لازم تحاول أن تكون صبورة شوية وتساند تعمل الصح يعني What do you think Edmund, General and Regan have in common إيه الحاجات المشتركة بين Edmund, General and Regan طبعا الطمعة They were not loyal to their fathers ما كانوش مخلصين لأبعادهم ممكن أقول أن they were grieve يعني كانوا كمان عندهم جشعة أو طمعة طيب What did Edgar and Cordelia have in common إيه الحاجات اللي كانت مشتركة بين Edgar و Cordelia طبعا إدجر و Cordelia هم الاثنين كانوا They were loyal to their fathers كانوا هم الاثنين مخلصين لأبعادهم وهم الاثنين They were both banished by their fathers هم الاثنين أبعادهم ترادهم Do you think most people disagree with friends and family sometimes? هل تعتقد أن معظم الناس بيختلفوا من أصدقاء والعيلة؟ Yes, I think so طيب أقول لك يا سيدي What did Edmund accuse his father of? Edmund اتهم ابو إيه؟ بإيه؟ طبعا إيه Of being a spy to the French king إن هو جسوس لصالح ملك فرنسا What reward did Edmund get for plotting against his father؟ إيه الجيزة اللي Edmund اخذها من خيان تابوه؟ طبعا إيه was promised يعني اتوعد إنه يكون the next Duke of Gloucester الحاكم التالي لمقاطعة Gloucester Who helped with taking the king to Dover؟ من اللي ساعد في توصيل الملك لدوفر؟ طبعا Gloucester و Kent و Edgar with others معنى الثانيين How did Cornwall describe Gloucester؟ Cornwall وصف Gloucester بإيه؟ طبعا إيه؟ طبعا إيه؟ Because he didn't have the authority ما كانش عنده الصلاحية أو السلطة نوع من كده Who is really cruel؟ Regan or Gloucester؟ مين اللي كان آسي بجد؟ Regan ولا Gloucester؟ طبعا Regan She took half of her father's kingdom and then plotted against him لأن اخذت نصف مملكة ابوها وبعد كده امرت عليه برضو ما اكتفتش بداية أقول لك How did Regan describe her father؟ Regan وصف طبعا إيه؟ طبعا إيه؟ مات كينج الملك المجنون How did Gloucester lose his sight؟ Gloucester اتعمه ازاي يعني؟ Cornwall طبعا hit him with his sword Cornwall ضربه بسلفه Who was Cornwall badly wounded by؟ Cornwall الجرح بسطة من؟ طبعا إيه؟ A servant خادم When did Gloucester know That he should have trusted his son Edgar طبعا إيه؟ لما اتعمه وريغان حكت له على كل حاجة حصلت هنقول When Regan told him that his son Edmund told them that his father betrayed them لما اتجار قالت له ان ابنك Edmund هو اللي حكالنا عن خيانتك I trust you Edmund and you will find me to be a better father than he is Who is the speaker? Why do they say this? مين اللي بتكلم طبعا Cornwall هو اللي بيكلم Edmund لما after he told him that his father was a traitor لما قاله ان ابو يكن خيان The poor king The children have done to him what my father has done to me طبعا إدجار بتكلم To himself مع نفسه Why do they say this? لماذا قال كده؟ طبعا Because His father Bunged him like the king Or like what The king's children did to him لأن ابوه نفاه نفس الولاد الملك عملو معه أو بنات الملك عملو معه I'm sorry Cornwall Because The trust is so sad Who is the speaker? Why do they say this? أنا أسف كورنوول الحقيقة وحشة طبعا طبعا ده كان Edmund بيكلم مع كورنوول because he says he has a letter that proves the Gloucester is a spy لأنه قال ان معي جواب يثبت ان Gloucester كان خيان Edmund told us that you betrayed us He will not help you Edmund قال لنا ان هو خانك ان انت خنتنا ومش هيساعدك طبعا دي كانت بتكلم Gloucester When he asks Edmund to help him لما عادي ينادي على Edmund عشان يساعده طيب نكتفي بهذا القادر وانتوا بقى يحلوا الاسئلة دي وان شاء الله بعد ما نخلص هننزل حل الاسئلة كلها على بعضها في حل مجمع يعني ننسوا اشتركوا لايك واشتركوا سبسكرايب وانتظروني ان شاء الله في بيئة المسرحية قريبا جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة